الدرس الأول من الوحدة الأخيرة الصف الثالث مادة الرياضيات النقطة والمستقيم والشعاء أهلا وسهلا بكم جميعا هذه قناة حياتنا أور لايف القناة الرسمية على اليوتيوب التي تقدم فيديوهات من الصف الأول إلى العاشر والإضافة إلى نماذج الامتحانات وحسريا مادتي اللوك والكلوز أب لمناهج المدارس الخاصة في الأردن أهلا وسهلا بكم جميعا بلج درسنا اليوم وهو نتحدث فيه عن الهندسة والأشكال البسيطة الجميلة الموجودة في الرياضيات مثل النقطة والمستقيم والشعاع طيب يا ثالث لما تشوفوا الشكل زي هيك هذا شو منسميه؟ هذا منسميه نقطة وهو موقع محدد في الفضاء يعني موقع محدد في الفراغ هاي هيك زي هيك بيكون نقطة زي راس الدبوس هاي الدبوس بيكون راسه زي هيك فهذه منسميها نقطة طيب الشكل الثاني هو المستقيم المستقيم لازم يكون فيه سهم بالبداية وبالنهاية فإذا هو مسار مستقيم من النقاط يمتد في الاتجاهين من دون نهاية بيظله ماد لقدام ما فيه له نهاية ما بخلص يعني لا ينتهي عشان هيك إلو سهمين هيك بمعنى أنه بيظله يمد زي شو زي الطريق هاي شوفوا كيف هيك مسار هاي بيظله ماشي لقدام طيب إما الشعاع الاختلاف ما بين القطعة المستقيم والشعاع إنه دايما الشعاع عنده نقطة بداية هاي منسميها نقطة بداية لكن هل ينتهي الشعاع؟ لا ما بنتهي بيظله ماشي إلى ما لا نهاية مثال على ذلك زي هون هون إلى هاي نقطة البداية بيظله ماشي لقدام ما في إلها نهاية أما القطعة المستقيمة اللي بتختلف عن كلمة مستقيم هي عبارة عن نقطة بتكون قطعة زي هيك بس إلها بداية وإلها نهاية إذن هاي الاختلاف بينها وبين المستقيم فلما نقول مستقيم غير عن ما نقول قطعة مستقيمة قطعة مستقيمة جزء إلها نهاية وإلها بداية لكن المستقيم ما في إلها لا بداية ولا نهاية تمام؟ إذن مرة أخرى الشكل الأول شو نسميه؟ الشكل الثالث الشعاع الشكل الأخير القطعة المستقيمة الشكل الثاني المستقيم مرة أخرى نسأل نفس الأسئلة ماذا نسمي هذه الأشكال هذا الشكل الشعاع الشكل الثاني المستقيم الشكل الثالث شو نسميه قطعة مستقيمة هذا الشكل ماذا نسميه برضو مستقيم هلا هو اوكي مستقيم انه في عندك لا له لا بداية ولا نهاية لكنه للأسف متعرج فبالتالي مش مستقيم هو متعرج فعليا لكنه هون صح انه بداية ونهاية ما له فاذا هذا الشكل غير معروف هذا الشكل مش معروف اشي ثاني غير هاي الاشكال تمام لسه ما اخذنا طيب نكمل مع بعض نشوف الشكل الثاني برضو هذا الشكل برضو ما اخذناهوش ما عندي انا شكل منحني عندي انا قطعة مستقيمة بس بتكون هيك مستقيمة اذا هاي برضو غير معروف اللي بعدي هم بين نقطة واكيد هذا الشكل اللي بعدي بدي يكون الشعوع واكيد الشكل الاخير برضو شغلة ما اخذناها يا ثالث طيب خلينا نوصل للشكل الهندسي بالصورة الحياتية المناسبة له يعني لما تشوف اشي مدبب زي هيك وعاملك نقطة صغيرة اكيد تكون نقطة طيب اشي هذا منسميه زي الشعاع صاح هاي بدايتم بينا لكن نهايتم مش معروفة بيضلوا ساحب هذا منسميه شعاع هنا انتوا شايفين انه لا الها لا بداية ولا نهاية اذا منسميها نحن المستقيم طيب ايجا ريان ورسم الشكل المجاور مستعملا المستقيمات والاشع والقطع المستقيمة والنقاط بدنا نحدد عدد كل واحدة منها انتوا هلا عليكم هذا واجب انه بدنا نشوف كم عدد الاشياء الموجودة يعني شوف هون عندي شعاع الديفي عندك واحد اتنين تلاتة اربعة هاي خمسة وهاي ستة وهاي سبعة طيب كقطع مستقيمة اشي مدببة هيك بتكون ومدببة هاي قطع مستقيمة هاي قطعة هاي تنتين هاي تلات طب هاي اربعة كمان وهاي خمسة اذا خمس قطع مستقيمة طيب شو كما بدنا بس هادي نحن اللي هون شايفينها اذا شايفين اشي ثاني زي هيك هاي الكبيرة كاملة شو مسميها هاي لا بداية لها ولا نهاية فاذا شو نسميها هاي مستقيم ما في غيره تمام اوكي يا حلوين ننتقل الى كتاب التمارين اول درس معنا لليوم اذا نتحدث فيه عن الهندس والانماط كتمهيد للوحدة وبعدها رح نشوف الاستعداد بعدها رح نشوف اللي هي الدرس نفسه بدنا نكمل النمط نذكرها اخذنا زمان مربع دائرة مربع دائرة وديكون مربع مربع مثلث دائرة مربع مثلث دائرة وكمله مثلث مستطيل مثلث مستطيل مثلث مستطيل مثلث مستطيل مثلث مستطيل مثلث مستطيل طيب على هذا الشكل تتسلو فيه بتكتبوه نفسه هون تمام بالزبط بدك تعرف وين دك تحط الارقام بالزبط هاي هون هون مساعدينك حاطين لك عين السمكة طيب الدرسنا اللي هول اخذناها قبل شوي هذا تطبيق عليه بدك تسمي الاشكال الهندسية الاتية اما نقطة مستقيم قطع مستقيمة شوعا طيب زي ما قلنا لك هون إلها بداية وإلها نهاية سمناها قطعة مستقيمة هون لا بداية ولا نهاية إلها سمناها مستقيم هاي أكيد قلنا عنها النقطة وهون عندك إلها بداية ملهاش نهاية أوكي يعني بداية واحدة سمناها الشعاع هون شو سمناها برضو قطعة مستقيمة طيب هون برضو مسميه مستقيمة هلا هون طالب منك أنك ترسم هذه الأشكال وتدرب عليها يا ثالث. كثير درس اليوم سهل وممتع. اشكركم جميعا ولا تنسوا تشتركوا في قناتنا. الى اللقاء.